حملات التوعية، إرشادات، تحذيرات ومحاذير حول العالم، وكلها تدور في فلك الفيروس المتفشي تدابير تقوم بها الدول لعلها تقي نفسها من الوصول إلى مراحل الفيروس المتقدمة والكارثية يمر كورونا بخمس مراحل تصنف وفقاً لانتشاره في دولة ما المرحلة الأولى وتدعى صفر والتي تعتبر مستقرة إلى حد ما حيث لا تسجل أي إصابة أما المرحلة الثانية وحيدنا يبدأ التفشي فتكون مع تسجيل أول حالة إصابة على أرض بلد ما ومن ثم تعزل الحالة وتقوم السلطات بعدها بعمليات بحث وتقصي عن الذين من الممكن أن تكون قد وصلتهم على العدوة بسبب تواصلهم مع المريض في المرحلة الثالثة يزداد عدد الإصابات وينتشر المرض من خلال العدوة أما المرحلة الرابعة للفيروس فتشهد البلاد إصابات عدة تكون غالباً في منطقة واحدة أو أكثر من منطقة وبشكل جماعي أيضاً وتعلن حينها المناطق بالموبوءة وتعتبر المرحلة الخامسة هي الأخطر برحلة كورونا حيث يستشر الوباء ويسحف في كامل البلاد أحياناً ومثال على ذلك ما يجري حالياً في إيطاليا الدول تسعى بكل جهودها اليوم والتي توصف أيضاً بإجراءات صارمة أحياناً وتصل أيضاً إلى شيء من الحسم من أجل منع وصول وتفشي الفيروس في مختلف مناطق البلاد أي إلى مراحل متطورة والتي لا تحمد عقبها اشتركوا في القناة